نيشان عبور صحابي حب نيشان عبور رشيطي روك قضية أولاد الجيد صالح اليوم وصلت إلى نقطة لعب أما عند شنقريه يتخذ موقف ويرمي جبار منه وناصب الجنوب ومن معهم ومعاد كلنا المعاد لأنه شريك لأنه يعرف كل ما راه يجري يرميهم الحمس ويعلم على أنه وقد قتلوا واحد من أبناء الجيد صالح وخطوا أخرين وخرج الزوج يبقى ضميره مرتاح أولاده يخلصوا تسرارهم من نفس الشي وكان بعثهم من الخارج تسرارهم من نفس الشي يضحي بكلاب حشر الكلام يضحي بناس مجريمين وبالعكس يهنم شعب منهم ويجب دلهم الجرائم اللي ارتكبوها زمان في سب أيامي لأنه تببون ما يقدر دلوالوا تببون يقاري نارينا فارغ في الحكاية لذلك ما على الشنقريحة إلا أن يخشف المسطور كيفيش؟ أنت راجل عينك كانوا راحين يعقبوك كانوا راحين يخرجوك عينك في سيرت قيادة القوات البرية باش تخلفهم بانه وذكرت هالي قريبتها قيادة أركان الجيش تبكيلو الأرمالة ديالو تقتلو الأولاد جزا تقتلوهم كامل أنه الآن إذا ما تحركتش عائلت قيادة صراحة يعني إما أغيمة الأولاد زوجاتهم وإنسانهم وإخواتاتهم إذا ما تحركوش يقولوا أديوا على الأولاد كما فوق العشرين ألف أم فوق العشرين ألف والدة وات كمتتها تشوات كمتتها تحركت كمتتها كم من أب وكم من ابن وبنت واخت واخت المفقودين هذولي مشاوضح تحرك نصر الجنة اليوم راهو قتل واحد من ابناء القيد صالح وراح يزدي كمل زوجوخ هذا لم يكملوهمش هذا لم يكملوهمش لأبناء القيد صالح قالهم نعطيهم سمعنا تقولوا ديبوين من فتقوليوين قالوا ديبوين لأنه من هار لي تم توقيفهم شنقريحة على الأول لازم يرنديوا لوقات لأنه توقيف أولاد القيد صالح تم بأمر من شنقريحة لو كان كان بإعاز من توفيق ومن جبارم هنا ولكن تم بأمر من شنقريحة هو أحد في الفعل قالوا انه وقفوا قلوا ووقفوا وقفوا يرنديوا وقم سيقوم ساكسس باس في الجيش لازم ما يتقدرش تروح تمس ولاد قال أركان جيش ميت قالوا اركان جيش حال ناس شكوا بيوم شكوا بيوم شكوا بيوم شكوا بيوم ماذا لهم والو ما تقدرش من الصم لو ما تقدش الدول الأخضر من عند أعلى نسؤول الثانية بمجرد أنه تم توقيفهم إن خلقوا إذن كان عليهم هذه مزيد عندنا القرائن ما جاء من كتابات نسمع يقول بيرانتو يقول لهم بعد بومدين راح نوقفهم وراح ندوه لها تربنا الميليتار إذا كان تربنا الميليتار ما عليهم اللي يدوهم ما حاولي كويتك طبعا والأخر ناضي إذا ما داروهاج تطليل من خلال دوسمع يقولون تطليل يعطلوا أرمي مش تطلل الرأي العام وهي خليها لذلك عندكم تطليل سيارات تليفوناتكم كل شرعهم حتى ذلك سياراتكم تطليل 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 نورينها كيفاش نصل بال لجنة الخبراء ذلك ذلك تطليل 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 ونطلل 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 الرئاسة لما عندهم أرد يطلبوا يطلل ونطلل ونطلل تطلل ونطلل تطلل 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 الزندالي تطلل ونطلل 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 ما عندكم لا كرامة ولا العناقة ولا لكم تستاهلوا تستاهلوا ها تستاهلوا لأنكم قلتوا أنتم تركاب الجريمة مع الجلادين وإذا كنتوا حراق بدكم النيف نطلل أنا مستعد هنا نعاهم نوريكم من الطريق لذلك لازم يتفضحوا ذلك الوقت تكشف كل شيء لأنه يجب من خلال هذه العملية فضح جرائم ناصر الجن ونحسبوا لحيا وجبار مهنة ويتم توقيفهم أي ذاك الوقت لما لجنة خبارات الأمم المتحدة المكلفة بالاختفاء القصري يناسلوا أول حاجة أول حاجة الشيكري حق يرمي للحبس هذا بشي يدير يرمي للحبس ويقدمه مقالة يقدم العدد إذا ما كمش باغين نديروك ربي على كل حال المفقودين الله يرحمهم للعشرين الفادوك إنه قلنا نبالك يربيكم أنتم أولاد الجهة سنع مفتاح تركوا حسان على أقل وبتنقذوا أولادكم لا راهم من زينهم حيين ونقذوهم وخلي ويدفعوا الجرائم اللي اقترفوها في حق عشرين الفادوك ما كان أخ يقول لي مالاش ماشين تايرة وأنور مالك ومجموعة المعارضين السياسي الجزائرين تربحوا داعاي في المحاكم الدولية عن فترة العشرية السوداء في الجزائر وعنكم حجج ودلائم مهما عندك حجج ودلائم ما عندكش الحق تربح دعوة لأنك ماكش متضرر أنا مانيش متضرر كيفش عميها فادع؟ بأي صفة؟ يجب الناس المتضررين يأتي ومدوني وكالة يقول لي ها موكلوك وأرفع هناك الناس ناجئين سياسيين في أوروبا أتذبهم النظار ورماهم السحاري ونحبوش يجوه أنا ماني مضرر موانو وروح تشاهد في القضية لأنني بشرحت لهم كيفاش مشغولية نظار كوزي الدفاع كاملة في قضية التعليم كان واحد باه يعني كان مشاكيين ولا تراجع صديق دادي تراجع السيد مرة يريده عنه ولا جديعة يرجع الدلال ويقال كلها أعطاه اللي انتشارك قاموا بيه ويروح يصافح ناصر الجن ويفرح يتلاقها هذا صديق دعبي ويتلاقها مع الجنش المجرمين في عنطر اللي كانوا كي يحكي العذب اللي دارهول اللي يعتبوه ويقول لكن كان الناس هكذا يفرح انه يعطر معاك من السيرجان يعني جنار مجرمي مجرمي هذا الكلام الأخير بالنسبة للعائلة اللي جاية صالح بيتو ولادكم إذا ما تقتلوش نقضوهم نعريكم إلا الارتصال لأننا روحنا نمشي معاكم ونوري لكم مشكلة يجب أن يديروه إنه مجرمي ساريا مجرمي في المتن اللي جاية صالح لا يرحم فيها عظم ويدفع الثامن مليون لما من خلال هذه الأحرار ما ينقضوهم لكن من خلالهم نحن ندفع الثامن المجرمين اللي يراهم اليوم ما زالوا على رأس المخابرات ويقتلوا ألف الجزائري هذه على هذين الليين واجه لهم هذا النداء وقلهم اشكوا على أولادكم ولا نهينا هذه القضية نعديه الآن إلى موضوعهم آخرين موضوع سياسي مهم جدا يخص القضية الفلسطينية موضوع جدا مهم بعد الفلسطين موسيقى 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 موسيقى